معنة الكمبارس الحقيقة معنة شريفة قوي لما تكون جوه العمل الدرامي مسلسل أو فيلم من غيره ممكن يبقى مشاهد كتير طبوس في الفيلم من فكرة أي كمبارس معدي من وراء ممكن يبوز مشهد كبير جدا والسينما المصرية فيها أسماء مجهولة كمبارسات كانوا جمال قوي لكن معنة الكمبارس دي لما تبقى معنة في المجال السياسي تبقى مش شريفة يبقى هنا اتنقلنا للقصة الخالدة لإحسان عن قدوس تبقى الراقصة والطبال أو الراقصة والسياسي بتبقى معنة أقرب للنصب والتزوير معنة لتضليل الناس عندما معنة الكمبارس دي سياسي لقيت رواك كبير جدا اليومين دول في عاد السيسي وقدم أو قدوها ناس كتير جدا منهم وجوه مغمورة عملت المشهد وخلصت اللي لدي يا حضرات معنا وجه معروف أنه كمبارس مشهور في مهنة الكمبارس السياسي واللي قدر بمجهوده أنه يقدم أدوار على مستوى السياسة العربية والدولية مش بس على الأدوار المحلية رحبوا معايا النهاردة بأشهر كمبارس السياسي في تاريخ مصر حمدين صباحي البؤ أشهر كمبارسات المصرح السياسي وفد اسمه المؤتمر القوم العربي كان مجتمع في بيروت بيروت الجميلة الوافد ده الحقيقة قرر يروح يزور دمشق الشام ويلتقي ببشار الأسد زي ما أعلنت صفحة الرئاسة السورية وقالت كده هو رئاسة الجمهور العربية السورية حول العروبة والفكر القومي والانتماء والهوية وعن دور الأحزاب العربية تجاه الشرع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكلي الغربي ودعم السورية في مواجهة العقوبات والحصار الظالم تركز حوار الرئيس بشار الأسد مع عضاء وفد المؤتمر القوم العربي خلال لقائه بهم اليوم المفاجأة بقى حضرات إن الوافد ده كان بيرقسه أو كان بيقوده أشهر ممثل كومبارس السياسي في مصر صاحب الشعارات الرنانة حضرات السادة أسمحولي أقدم لكم حمدين صباحي كان بيقود الوافد ده آهو شايف وفد الحناجرة آه دي حمدين أنت حمدين؟ أيوانا حمدين كنت عايز أقول لك لو فيه ربع جنيه عشان روح بس عشان محفظة بتاعتي آهو وقعد معاهم بشار الأسد وهم قعدين حواليه وحمدين جنبه لزج 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 شحط ما أنت حمدين؟ أيوانا حمدين والله المناضي المناضر الورقي الحنجوري حمدين صباحي راح يطبل لبشار الأسد ويقول له سوريا الآن بتتعافى بعد ما انتصرت على أعدائها ونسي بشار الأسد نسي أصدي حمدين ملايين الأطفال والنساء والشيوخ والشباب السوريين اللي قتلهم بشار الأسد أو لتردهم وأصبحهم لاجئين في العالم اسمع كده كلمة المناضر الكمبارس حمدين صباحي هذه سوريا التي تتعافى الآن بعد أكثر من عشر سنوات من الجراح التي أدخنتها على يد أعدائها وعشر سنوات من البطولة الصمود حتى انكسر هذا العدوان أن نحيي ونبارك ونستفيد من انتصار سوريا على أعداء الأمة وأن نستقدم هذا الانتصار منصة لمزيد من المدين ما فيهش حاجة على فكرة ما فيهش حاجة ممكن يكون ده هو إحساسه وهي دي قناعة الشخصية ما أبطش على الكلمتين دول بس ما عليش يعني بعد ظهور صباحي مع بشار الأسد تصدر اسمه على السوشيال ميديا بجملة من الانتقادات والغضب المصري والعربي لدرجة أن البعض وصف صورة اللقاء بالمفزعة زي ما كتبت الصحفية رشا عزب رشا قالت الكلام ده قال قالت مش قادرة أفوت أحساسي بالفزع من صورة السفاح بشار مع صباحي رغم عمري ما اعتبرت أفكاره تمسينني في الشيء خاصة بعد 2014 لما كان كومبارسل السيسي ولكن اللي حصل ده بيقول لنا ببساطة أن القومية العربية هي أكتر حاجة انتهازية بعد استخدام الدين في السياسة وأتمنى شباب الحركة يغضوا موقف من المشهد المشين ده رشا أتوقف معاك قليلا ما هو يا رشا أنت لو قريتي تاريخ الكلام ده كنت تعرفين دول اللي مشوا وراء صدام حسين وقالبوا على صدام حسين واللي مشوا وراء معامر قذافي وقالبوا على معامر قذافي هم صباحي ومصطفى بكري وغيرهم يعني ناس ثانية شافت ان لقاء حمدين مع بشار الأسد قتل شعبه جريمة زي مواصف النشط الحقوقي نور خليل وقال مصفحة يد مجرم حرب والترحيب به ودعمه وإعطائه غطاء سياسي جريمة ما فعله حمدين صباحي بمقابلة بشار قاتل الشعب السوري ومشرده ومدمر بلاده ليس له أي مبرر ولا منطق حمدين لا يمثل غير نفسه اللي أصبحت ملوثة بالدماء مرات مش مرة واحدة مش بس كده لقاء حمدين صباحي مع بشار الأسد بينسف للأسد كل شعراته في الدفاع عن الديمقراطية وده اللي قاله الباحث علاء بيومي اسمع كده علاء بيومي قالي هل بشار الأسد يمثل قيم الربيع العربي هل لم يكن واضح مثلا لحمدين صباحي الانتهاكات التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه هو حمدين صباحي مثلا بيخدم أي خضية أنه بيزور يعني بشار الأسد فتشعر يعني بشخص مجرد شخص بيتحرك بشكل فيه سيولة شديدة للغاية وطبعا أعتقد أن مع هذه الزيارة صعب أوي أن يعني يسقط أي تبريرات يعني هي حاجة تنزع تبريرات شديدة جدا على حمدين صباحي وتجعلنا نفكر كيف استطاع شخصية مثله أنه يمرر المواقف السابقة دي كيف ظهر أنه كان دعم لديمقراطية وحول الإنسان والقرامة كأيات كرامة يعني حمدينكم عارفين ما حزث للشعب السوري كان الله فعن الشعب السوري يعني هل يعني كيف شخص يؤمن بهذه الأفكار وما هواش مثلا يعني ما هي الضغوط اللي تعرض عليها حمدين صباحي لكي يذهب للقاء بشار الأسد وما هي الأهداف التي يحققها فتشعر بي ما فيش أي ضغوط يا أستاذ علاء ما فيش أي ضغوط فيه بس إيه الفلوس قلت شوية فيه شوية كده إيه اللي أرجع خلصت بالت إيه انتهت وانت عارف العملية ناشفة العملية في الجبس يعني فعايزين نحرك الموضوع يعني جوه المعارضة ما فيش معارضة في مصر وفي نفس الوقت جامعة دول العربية بتفعش حاجة إنما نشوف بقى بلد خبزة يعني المفاجأة أن المعارضة السورية باست إيدين حمدين صباحي إنه يلغي زيارته للأسد لكن حمدين رفض وده اللي كشف عنه مصدر أو مصادر لموقع العربي الجديد السياسي المصري حمدين صباحي يقود وفد المؤتمر قالت إن المعارضة السورية قلت له نبوس إيديك لا ده في ناس لسه محبوسة من عندنا من المؤتمر القوم العربي حبسهم هو بشار لا هو ده حمدين المتلون اللي كان زماني ينتقد أي حد أسوه حد هيقولك تابو أنت إيه مشكلتك إن حمدين يزور بشار لما الممثلة رغضة زمان كانت مأيدة لبشار الأسد حمدين طلع بس شطفها قد الخبر هو في أغسطس 2011 رغضة فقدت توازنها بمجازلة نظام الأسد الفاشي ده حمدين هو هو على فكرة هو هو رغضة فقدت توازنها إنما هو مسك توازنه ومسك الصجاط على رأي سامير غانم أستاذ في فن الصجاط على الهوى وصدعنا بشوية شعارات عن الدفاع عن الشعب السوري ووصف بشار بإنه قاتل في 2011 اتفضل اتفضل في المصر اليوم في 2012 حمدين صباحي دماء أطفال سوريا ستطارد نظام الأسد حتى النهاية وأنا هروح دمشق أسلم عليه بعد 8 سنين تعالى كمان أوريك بصوته السورة تصريحاته بعضمة لسانه وهو عامل نفسه سوري ومناضل بيدعم كفاح الشعب السوري وبينتقد بشار الأسد إلعب أنا مع الشعب السوري ضد طغيان نظام بشار الأسد لكن ضد أي تسليح أجنبي للسوريين وضد استخدامهم من نفسهم السلاح الشعب اللي عاوز يغير طاغية يغيروا بتصدي اللحم البشري للدبابات ده اللي يصف بالتباع ايه حمدين؟ ايه حمدين ده انت ايه؟ ده انت قال الحرباية طب ما تيجي نشوف كده حمدين قدم نفسه إزاي؟ على أن الشوري التي تتعافى الآن بعد أكثر من عشر سنوات من الجراح التي أدخنتها على يد أعدائها وعشر سنوات من البطولة الصمود حتى انكسرها بيعجبني أسوه فيه فرق بين الصدق الفني والصدق الأخلاقي انتوا لازم تعرفوا الفرق ده حضرات ما بيعرفوش غير كتاب الدراما والموثلين الصدق الأخلاقي ده قايم على قيم أخلاقي يعني تبقى في حتة ويجي واحد يسألك ويجي رحت عند فلانة تقول له لا والله ما رحت ده اسمه كذب لو رحت وقلت له رحت يبقى ده الصدق الأخلاقي سرقت آه سرقت ده الصدق الأخلاقي الصدق الفني هو استطاعة الممثل أو الكاتب أو المخرج انه يقادي الدور اللي بيعمله بتقان وانه يقنعك انه مجرم أو مغتصب نساء أو دكتور أو معندس أو بطل ده اسمه الصدق الفني بيه فارق بين الصدق الفني والصدق الأخلاقي عشان كده متحسبش حمدين صباحي بالقيم الفنية لأنه مش ممثل لو هو ممثل وبيلعب دور مغتصب نساء زي لسوس حمد الوزير كده نقول عليه انه بيعرف يقدر دور بصدق بسوس حمدين سياسي هنا بقى نيجي قصة الصدق الأخلاقي حيان تاريخ حمدين صباحي مش بس متلون مع القضايا السورية لكن ليه قضايا كتير جدا متغيرة ومواقف متغيرة في قضايا كتير جدا زي ما قالت النشطة مجد المحفوظ اللي قالت يدعم الديمقراطية ويدعم المجرم بشتر أسد قدم نفس يوم كقائد لثورة 25 ناير في مواجهة من يقف أمام أهدافها ومواجهة ديمقراطية نظام الملالي بتهران ونظام بشهر الفشل والغرور هم أول صفات الديكتاتور الكاذب الذي يتغطى بعبائة حب الوطن حمدين صباحي تغير ده ثانية شافت أن حمدين صباحي أكتر ناصري متسق مع نفسه زي ما كتب محمد كده محمد بيقول أهو حمدين صباحي ده أكتر قومجي وناصري متسق مع نفسه مفيش نظام فاشي مدعموش خالص منصة ضمح سل القذافي الحفظ لبشار الأسد ثابت على مبدأه الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي مرتبه كأخ متعاون الله ينور عليك والله أنت محمد عبداللطيف رائع ولا محمد عفتاح رائع فعلا الحاجة الوحيدة اللي بتتغير حمدين صباحي هو بيقبط كام وهو بصوت والصورة حمدين صباحي بيقول شعر في صدام حسين في كلمته قدام صدام في التسعينات وده كان بالتزامن مع التهمات لصدام بأنه قصف مدينة حلبجة الكردية في كردستان العراق بالأسلحة الكيموية شوف كده وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنا من معاني قدرتنا على الانتصار معنا من معاني قدرتنا على رد الظل فقد أعطى العراق طوال سنوات طويلة لأمته من روح الموقف ومن صحة المبدأ ومن التمسك بحق الأمة ومن الدفاع عن قضاياها القومية أنا كل ما أشوف صدام حسين ومصطفى بكري أفتكر الله يرحمه الرائع محمود السعداني كان مسميهم الحنجرة يعني من الحنجرة هو كلام الحاجات دي فيه بقى كده بيطرقع كلام وكلام مرسوس وإن الذين وربما ولكنه وحيصومة المهم نقبض المهم نسكر المهم نتعرف على فنانات والروح هفلات وننبسط وساعة النضال الطري الحلو حلو موجودة الساعة دي ما نواجهش السيسي بل بالعكس نمدحه ونقف جنبه ونعمل كنبارسات لي نساعده يعني بشار الأسد نروح نقف جنبه ونقول سوريا تتعافى الآن صدام حسين نفس القصة معامل خزان ولما تيجي ساعة القلب هنقلب ويبدأ بعد كده صدام حسين والنصريين يأيدوا كل أنظمة حتى لو مستبدة ده اللي قاته السحفي الأستاذ جمال سلطان اللي كتب بيقول السياسي الناصري المصري حمدين صباحي ووفد من النصريين يزورون طاغية الشام بشتر الأسد ويقول له سوريا بقت أمينة على المقاومة وهي بصمودها حمت الهوية العربية والثقافتها وحضرتها حالة عشق أسطورية بين الناصريين وأي انقلاب عسكري أو ديكتاتورية عربية وحشية من أي نوع والله العظيم أحسنت حالة عشق خيالية ما بين الناس دي وما بين أي ديكتاتور أو انقلابي حمدين صباحي مش بس له مواقف مغزية مع القضايا العربية مواقفه في مصر كفاية زي ما قال حساب الملاك الحزين اللي كتب وبيقول حمدين صباحي اللي اشترى شهرات الحفرة بعد قناة السويس عن ناشف وتصور بيها على سدره عشان يغضع المصريين ويساعد بلحة هو نفسه حمدين اللي عمل كومبارس البلحة هو نفسه اللي راح يقابل بشار قبل كده قال عليه إيده هتفضل طول عمرها عليها دم السوريين ها بتستعجيبوا ليه أنا أنه متصور مع بشار ما هو واضح أنه من يومه اهو اتفضل اهو متصور مع صورة الحفرة خناة السويس وورا يقول بريز اهو بريز وورا وراء وبص هو مع بشار الاسد اه دي يعني اهو انت حمدين ايوان حمدين لكن الحقيقة كلكم ولقاءه برئيس او بالبشار الاسد اللي ضرب شعبه وكل انواع الاسدحة الممنوعة والغير ممنوعة دي تقدر تقول عليها سوق الخاتمة زي ما وصفها الرجل ده سوق خاتمة سوق خاتمة سوق خاتمة في حياتك تخيل انك تقعد تتكلم عن النضال والانظمة ومواجهتها والحق والعدالة والحرية والكرامة الانسانية عشان تيجي في اواخر حياتك تبقى حمدين صباحي لما يا رجل لما كنبارس السيسي لما بيقطع طماطم وخيار بالمطبخ لما مع السفاح بشار الاسد جمهورية عليها العواط احنا كان مصريين كتير تبرقوا من زيارة حمدين صباحي لبشار قاتل شعبه وابنى اعتذر ليهم ده المعنى اللي اشار اليه برضو او اشارت ليه الناشطة سناء سيف تقريبا لما بتقول سناء رسالة الى اي سورة يتابعني انا اسفع السورة دي ومصدومة كنت فاكرة اننا وقفين على اساس مشترك وهو الامان بحق الشعوب في الحرية والديموقراطية والخلاص من السبدات كحدة ادنى يعني موقف حمدين صباحي لا يمثلني ورأيي ان المعارضة المصرية كلها محتاجة تغسل ايديها منه انت حمدين؟ ايوانا حمدين حضرات السادة دايما نقول كلمة حلوة قوية اللي يقولك بحبك وبموت فيك بعشاءك اللي يقولك النضال اللي يقولك الحرية كله كلام رأينا على الزمن الزمن هو اللي يثبتلك اذا كان الشخص ده صادق في كلام ولا ممكن يغلط ممكن يتعصر في الطريق ممكن يحصل حاجة انما الزمن هو الرهان الوحيد حمدين صباحي كان اجذوبة كبيرة جدا لكن شوف بعد عشر سنين اتعرى وبقى بلبوس وبقى الراقصة والسياسي مفيش فارق بينهم زي ما قالت بطلة الرواية قالت له مفيش فارق بيننا انت بترقص وانا برقص او انا برقص وانت بترقص هو ده حمدين صباح